نهاردة كان فيه لقطة عظيمة جداً لقطة عظيمة جداً زي بيقولوا كده لأجل هذه اللقطات العظيمة تلعب كرة القدم تلعب أي رياضة في العالم لقطة عظيمة جداً نهاردة جاك جريلش لعب ما تشارسة لعب المنتخب الإنجليزي احتفل بطريقة خاصة جداً بعد هدفه في مرمى إيران وهو أعرض لحضراتكم السورة الآن هقول لكم الحكاية لما تشوفوا الفيديو دوت الفيديو هيعرفكم الحكاية وبعد كده أشرحها لكم تفصيلاً بس نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلام الحكاية إيه بقى الموضة طفل إنجليزي مصاب بشلال دماغي وكان في الزيارة لملعب تدريب منشستر سيتي وطالب من جاك جريلش لو سجل هدف في كأس العالم إنه يعمل طريقة احتفاله احتفال الطفل لما بيسجل هدف وشرح له الطفل هو بيحتفل إزاي عشان جاك جريلش يحتفل زيه لو سجل هدف جاك جريلش في الفيديو بيقول له أوعدك لو سجلت هدف هاحتفل الاحتفال ده ووعده فأوفى جريلش ويحتفل بنفس الطريقة زي ما حالكم شايفين نفس الطريقة الصورة معنا هي نفس الطريقة بتاعة الطفل ربنا يا ربي يشفيه ويعفيه ويحافظ عليه حلوة اللقطات دي عظيمة والله اللقطات دي أصل اللقطات دي هي اللقطات الرياضة هي اللقطات الكورة يعني أصل الناس دي بتلعب عشان ناس تبقى مبسوطة الناس تبقى فرحانة الأطفال اللي زي دول لازم يكون فرحانين ومبسوطين وسعداء ده المنطق وده مش كلام إنشة ولا أشعار ولا غنى ولا الكلام ده كله ما هو الناس دي المفروض عايزة تنبسط بص الصورة بص الجمال أنا نفسي بس حد يجيب لي فيديو للطفل دوت أكيد الوسائل العامل الجنزية هعملوا معالي قاط وهيتكلموا معاه أنا عايز أعرف شعوره دلوقتي أنت متخيل شعور الطفل ده لما يشوف شجر إليش وهو بيسجل الهدف وبيحتفل زيه أنت متخيل أنت متخيل المنظر يبقى عامل إزاي إحساس الطفل ده يبقى عامل إزاي حاجة رائعة وعظيمة دي لقطة اليوم النهاردة في منديال 2022